شارك حوالي مئة شاب وشابة من مختلف المناطق الأردنية في المسيرة الفرنسيسكانية التي انطلقت من عمان مروراً بعدة مناطق وصولاً إلى ربوع عجلون وتهدف هذه المسيرة السنوية إلى خوض الشباب المشاركين تجربة إنسانية وجسدية واجتماعية متميزة تساعدهم على تمتين علاقتهم الروحية مع الكنيسة والصلاة وفي ختام المسيرة أعرب الشباب عن انتنانهم لما اكتسبوه من خبرة جديدة في هذه الرحلة وطلبوا من القائمين على المسيرة الاستمرار باللقاءات معاً وفقاً لروح القديس فرنسيس الذي عاش خلال حياته الأرضية تجربة الفردوس الذي هو يسوع المسيح